ننخش على فيلم ديدو بقى فيلم ديدو تقريبا تسعين في المية من الفيلم جرافيكس دي تجربة كانت جديدة بالنسبة لك كنت متحمس لها ولا كنت يعني ايه ايه يعني قول لنا رأيك كده عموده فيلم ديدو ايه فيلم ديدو جالي الورق ان انا اراك انا وكريم فهمك اصحاب اقول له رأي فيه يعني بناخد رأي بعض عادي اصحاب بقول لي ايه انا كاتب الفيلم ده فقريت وبعدها بفترة يعني سقطت نتكلمه وبعدها بفترة كريمة عندنا كنا بنصور مسلسل سوبر ميرو شوفوا الموضوع من ايه وبيتكلم هو محمد احمد سبكي على الفيلم عشان هو انتاج الحاجة احمد سبكي ومحمد وكريم وكده فبيتكلموا على الفيلم فقلت له انا عايز ابقى في الفيلم ده فقال لي بجد احنا كنا عايزين نقول لك بس قلنا حمدي لا امدي بيهم حاجاته ومش قلت له لا لا انا عايز اعمله قلت له اصلي تجربة جديدة بمعنى كلمة جديدة يعني احنا دايما ساعت نخش امانه لا ده جديد فعلا يعني فيلم تسعة وتسين فيلمية طب ما كنتش عارف المعاناة بتاعته لو عارف كنتش عارف بس هو اه عجبتني او فكرة جرافيك وانا شايف الفيلم راح لاطفال وراح لشباب وراح فعجبني المود وانا بسميه فيلم الشلة لان الفيلم ده بالنسبة لي من الشغلة ده خروجة سهرة احنا الشلة كل اللي في الفيلم صحاب بالحب كده لو احنا التواريس بقى احنا ما بنعملش حاجر بن هزر ومعانا المجنون سروت والضحف والده فلا لا لا الفيلم ده برضو يعني فيلم صحابي كان معاناة كبيرة في تصويره وكان جديد علينا كلنا بلا استيسنا انتجيا اخراجيا كل اللي كانوا مشاركين فيه ما حدش فينا عنده خبرة في الموضوع فيحسب لهم ان هم مشاركة الانتاجة عملت كده المخرج عمر صلاح حمل كده ان كريم كتب ورقة كده لا الفيلم كان جد متعب وربنا كرمنا به الحمد لله طب انت يا حمدي من الناس اللي بتحب تاخد الريسك انها تجرب حاجات بأفكار جديدة ومطرقة والكلام ده ولا تحب تلعب المضمون السهل اللي بيجيب مع الناس بص والله مش حاطيتها قاعدة انا زي ما قلتك من شوية اللي بيعجبني يعني ممكن اللي بيعجبني ده يكون مضمون يعني يكون حاجة عملته مضمونة ومش ريسك وممكن زي ديدو حاجة ما هي حاجة فيها ريسك بس انا قصدي ايه ما بترجدش يعني النفسي وبحط خطة لا يعني مثلا انا مش من ناس يعني مثلا مرة تعرض علي فيلم قبل رامز وقبل ديدو فيلم كان فيه خيال علمي بتقولهم لا مش حابة بعمل خيال علمي وبتاع عايز اعمل فيلم من ناس وفيلم بس لما جالي بعد كده ديدو ولا جالي رامز ولا بيجي حاجات باكتشف ان هو الورق بيشدك ولا لا يعني عارف انت مش مش مخطط هو الورق حلو هتعمله ومش حلو مش تعمله